سيراً على خطى المالكي عادل عبد المهدي يقوم بتعيين أقربائه كمسؤولين بمناصب عليا في مكتب رئيس الوزراء العراقي وتسألوا قائلين ما هي درجة كفاءة ومؤهلات هذه الشخصيات ولماذا يختار أقربائه فقط لهذه المناصب من بين 38 مليون مواطن عراقي الآن دعونا نشاهد هذه الصور التي ستظهر أمامكم تباعاً في الصورة الأولى مسؤول حماية رئيس الوزراء اللواء أزاد سعيد وهو زوج إحدى قريبات عادل عبد المهدي كما تداول نشطاء عبر وسائل التواصل في الصورة الثانية سكرتير عام رئيس الوزراء محمد مهند وهو ابن أخت عادل عبد المهدي الذي يظهر أمامكم ثم نشاهد السكرتير الخاص لعبد المهدي وهو زوج ابنته كما يقول نشطاء في الدائرة الحمراء تشاهدونه الآن أما الصورة الأخيرة ففيها يظهر مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الكريم هاشم وهو عديل عادل عبد المهدي